Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je partage avec vous un tajin au poulet et carottes Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation السلام عليكم أصدقائين تمنى تكونوا في أجمل أحوال هاد نهار نقدم لكم أحسن tajin بالجاج والجزار خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة تحدير يجب عليלי أن ش encounters بسل سل وهو ذلك الأخضر سذين عم decليون العز كم سذين من سadaki سذين 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 ممكن أن تغزوه على سيفية بعد سيةزة رسولة مجموعة ومنجزة في مرنة سطرن المارسة مرة لذلك مجموعة في مرنة يجب على السطر يمكن أن تغزوه لليطن سماية ومنجزة سطرن المنزلة في مرنة من 15 مرنة إلى مرنة قد نقوم في الأنية الخلطة نوضعت فيها الملح الملح دائمًا على حسب الذوق والرغبة ملعقة صغيرة للسكنجبير ملعقة صغيرة للخورقم أو الكوركم و ملعقة صغيرة للتحمير أو الفلفل الأحمر الحلو و نصف ملعقة صغيرة للفلفل الأسود أو البزار و شوية ذيالثوم غبرة نقدر نعوده بفصين ديالثوم و شوية ديال المعدنوس الجاف نقدر أيضًا نعوده بالمعدنوس الطريبة بوحد شوية ديال مع النوستري ونصف كأس ديال ما نخلط لكل هاد تسبيلة ونوضع فيها أفخاد ديال الدجاج بالنسبة لأفخاد ديال الدجاج وضعت خمسة تقدروا توضعوا الكمية اللي حبيتوها نوضع الأفخاد ديال الدجاج في هاد تسبيلة ونخليها أو نتركها من 15 حتى 20 دقيقة في التلاجة موسيقى جوري بزوان أسي نونيو أفخاد ديال جوري كوپ أفخاد ديال الدجاج أو بيان جوري ميكسي أحتاج أيضا البسلا والفص ديال الدجوم لقد تحو ملاقاتا سغيرا واللان تحنهم ونساعد المسيقين احتجي للتاجين فاتذيال الدجاج أحتاج التاجين بالنسبة لأشخاص اللي ما عندهم بتحضير التاجين أو لا يفضلوش أنهم يطيبو في التاجين يقدرو يعودوه بطنجرة أو بمقلاة كبيرة قبل ما نشعل النار على التاجين نوضع البصل ونوضع الزيت حوالي 4 ملاعات أولي أربع ملاعق كبار ونشعل على النار ونخليه يتقل من خمسة حتى العشر دقائق سُمuga ملاعق ونهاية يبعد فقط لسبع مرة أسوة لذيكة الدولة و ثم لينة النقطة بالتأكد اشعر في 5 مرة أسفد و ثم أجدته في النقطة بالتأكدس الدولة اشعر في معلوماتي بالاقديم أbuوز في الزمان تغير الأسفة دير الدجاج من غير إضافة الماء ونخليه يطيب من 20 حتى 30 دقيقة دائما على نار هادئة cin찌ists فأجربي من هلا افضل ففرور وضع تطبع تقوم بفتاح ملعجي استعمل الجزار تقدروا تستعملوا هين نوع من الخضار موجود عندكم في المنزل و هذا كل باقي العجي الهاتف جزار و نخلط مليح جو بأس أم لاسك جلس أكوتها جلس اكوته و أمتر أمتر أم لاسك بعد جلس جلس أملا جلس أملا سن اجوت دلو غادي نزع الدجاج نوضعها في صحن ونوضع في الأسفل الجزر نخلط مليح ونولي الرجع الدجاج فوق الجزر ونخليه يطيب أو ينطيب حوالي ساعة وذلك على حسب التاجين وعلى حسب النار أيضا ودائما على نار هادئة من غير إضافة ولا نقطة ماء هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي لعجبتكم الوصفة اشتركوا في قناتي والضغط على الجرس بشيوصلكم كل جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis si vous avez bien aimé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo